السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم باخر وعلى خير اليوم جبت لكم واحد الكيكة رائعة خطيرة بزاف هاد الكيكة تحفى كتجي غزالة لف المنظر ديالها ولف المدق ديالها كنتمنى انكم تجربوها بدون جينواز فبنسبة الكيكة غادي نحتاجه هنا ثلاثة ديال حبات ديال البيت ضروري يكونوا في درجات الحرارة ديال المطبخ غادي نضيف عليهم كاس ديال العنباء ديال سكر سندا سكر حبيبات بنسبة الاخوات اللي في الدول العربية فبعند مرة كيسولوني اشنا هو سكر سندا فهو سكر حبيبات خلطت الكل واحد شوية بالخلاط اليدوي ضفت كاس ديال الزيت كاس ديال ما من الروبيني عادي ضفت نصف علقة ديال نكهات الفاني تقريبا واحد ساشية ديال السكر الفانيلا خلطت الكل من بعد غادي مشي نضيف جوز ساشيات ديال ديال كاكاو المور تقريبا هنا يا عندي جوج ديال معالك كبار عامرين ديال كاكاومور من بعد غادي مشي نضيف دقيق فغادي نضيف الكاس الول فهد الكيكا غادي نحتاج جوج ديال الكيسان الكاس الول غادي نضيفه وغادي نخلطه مع الكاكاو حتى كي نسجم هد دقيق الفرص مع الكاكاو وجميع المكونات اللي خلطنا السائلة وغادي مشي باش نضيف الكاس تاني كيف ما كتشوفو غادي نضيف معه معلقة كبيرة ديال الخميرة حمرة تقريبا جوج ديال السشيات ديال الخميرة حمرة غادي نخلط الكل حتى كنحصل على واحد الخليط ديال الكيك اللي كي يجي رائع بزاف فالكل كيعرف الكتافة اللي كنحصلو عليها في الكيك من بعد خديت هنا يا واحد واحد الكاتغ ديال ديال حلوه ودرت فيه فلتحت البابيه اليوميوم كيف ما كتشوفوه باش هكا نتاكد ان الكيكا ما غاديش تخرج ليه من جنب ودرت ورق الزبدة من الداخل ومن بعد غاديمشي باش نخوي هاد الخليط ديال الكيك كيف ما كتشوفوه فاللون دياله غزال بزاف كي يشهي فاللي بغا تضيف معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة دوبان مع الخليط فاضيفوها ماشي مشكل غادينا نوضع الخليط او عافوان الكيك في الفران حتى كيطب من الاسفل ويتحمر شي شوية من الفوق ومن بعد غادي نخرجوه وغادي نقطعوه على الجوج وغادي نخليف تلاجة ليلة كاملة وبعد ما دست ليلة كاملة فهدا هو الكيك اللي كنحصل عليه كيف ما كتشوفوه فالشكل دياله كيجي بحال جينواز وكيجي بحال قطن كيف ما كتشوفوه فانا قطعتوه على الجوج كيف ما كتلاحظوه وغطيت هدا بالورق ديال الزبدة وحطيت فوق منو الاخر وخطيتهم بالبلاستيك الغذائي وحطيتهم ليلة كاملة فتلاجة ودبا خديت هنيا هاد المول المستطيل كيف ما كتشوفوه درت في الوسط ديالو هاد البلاستيك الغذائي وبنسبه الكريمة فانا غادي نستعمل كريمة الحلواني كريم باتيسيير فاشحة من مرة حضرتها معكم غادي تلقاو الوصفة مكتوبة في البغدان فو غادي تلقاو كذلك الرابط ديال الفيديو اللي حضرت في هاد الكريم باتيسير فا صندوق الوصف فكيف ما كتشوفوه فغادي ناخد هاد المول باش نعبر به ونقطع هاد الكيك ديالي باش نشوفوه كيفاش غادي يجيني في الداخل ديال هاد المول فكا نحط الكيك كيف ما كتلاحظو بهات الشكل وغادي نجرب هاد الجوانيب واش غايجيونيه مع هدوك انا جاني هنا كبير غادي نقسم النو من هاد الجانب وغادي نمشي نقطع نفس القياس لاناني غادي نديرهم في الجوانيب بجوج كونوا متأكدين إلا جربتوا هاد الكيك اللعائلة ديالكم فغادي تبهرهم لانه كيك كيجي راقي وكيجي غزال بزاف كيف ما كتشوفو بعد ما وضعت هادوك الجوانيب فغادي نشوف هاد الكيك اللي بقالية غادي نوضعو في هادوك الجوانيب في الصغر فهيلا ما كانش بقالكم فماشي مشكيل انا غير ما بغيتش نضيح هاد الطروفة اللي بقالية في هاد الكيك من بعد غادي نمشي باش ناخد هاد الكريم باتيسير وغادي نصرحها كيما كتشوفو فان الكريم باتيسير كنديرها في تلاجة حتى بردات مزيئ اللي بغا تطربها بالخلاط الكهربائي فاتطربها انا خليتها هاكا فقدرت نصف الكيمياء في التحت ومن بعد غادي نمشي ناخد هناي الموز فبنصد الفواكيه كديروا الفواكيه اللي متوفرة عندكم في المنزل فكيف ما كتشوفو غادي القطع داوائر ديال ديال الموز irse ومن بعد غادي ناخد هناي الفريز الفرولاء هاة تهيا مقطعه وكندها خavasا قالت الوضع بوجد أملك مجميد فاجبتها وها قاصحة وغادي نحاول انني نستفها من فوق ديال ديال الموز كيف ما كتشوفو وغادي نشي باش نجبد الكيمياء اللي بقات عندية ديال الكريم فاتيسير فتلاجة باش نغطي الفوق ديال هاد هاد الفواكيه كيف ما ذكرت لكم فكتديرو اي نوع ديال الفوكي انتو ما كتبغيو سواء كان كيوي او الاتفاح كتعسلوه و كتعمرو به فلكم الاختيار انا فقط كان عطاكم فكرة فبعد ما سرحت الكريم بواتي سيار بهات الشكل كيف ما كتشوفو فغادي ناخد هديك القطعة اللي بقتلية ديال بيسكوي وغادي نحاول انا نحطاف الفوق فبنسبة الاخوات اللي غادي سولوني علاش ما مسقطش الكيك الكيك اللي كتخليوه الليلة كاملة في التلاجة فهو كيبرد تماما و كيجي فاسك سبحان الله بلا ما تسقي وش اللي بغي يسقيه يسقيه غادي نغطيه بالبلاستيك الغيدائي كيف ما كتشوفو علاها تشكلو غادي نوضع هاد الكيك في المجميد مشي في التلاجة غا نوضعه في المجميد تقريبا واحد نصف ساعة ومن بعد غادي نتلقى معاكم باش نزينو هاد الكيك فهان هنا يخليتو غير عشرين دقيقة في المجميد انتو ما اخليوه نصف ساعة حتى كيبردن زيان باش هكا كيسهل عليكم انكم توضعو في في الطبق اللي غادي تقدمو في هاد الكيك فغادي نحاول انني نقلب هاد الكيك في الطبق فبنسبة للبلاستيك الغدائي فهو كيساعدنا بزاف باش الكيك ما كيساقش لنا هو والكريمة في المول اللي استعملنا فان شاء الله بهاد المكونات اللي استعملت في هاد الكيك غادي نقدم لكم بزاف ديال الكيك اشكال هم مختلفة وكتجي اشكال اللي هي راقية بزاف كيف ما كتشوفوا الجوانب كيفاش يجي هاد الكيك يجي غزال بزاف المنظر ديالو وكيف ما اذكرت لكم كونوا متأكدين ان المدق ديالو حتى هو الديد بزاف فبنسبة للزين انا هنية زينته بشكل عادي خديت هنية بودرة ديال الكاكاو الحلو ماشي المر ودرتوه في صفايا ومن بعد بديت كنرش بهاد الكاكاو الحلو من الفوق ممكن تغطيوها بشكلات اللي بغت شكلات تغطي بها فقط تغطيوها بشكلات فهدا هو الشكل ديال الكيك ديالي بعد ما زينته بالبودرة ديال الكاكاو الحلو فغادي نقطع دابا واحد طرف من هاد الكاك بش تشوفوا معايا كيفاش كيجي هاد الكاك من اللي كان قطعوه فهو كيتقطع لنا بسهولة فبش يسهل عليكم انكم تقطعو لك الكاك ديالكم من الاحسن تاخدو سيكي لكيكون ديال منشار فهو كيسهل عليكم ان الكاك كيتقطع بسرعة فكيف ما كتشوفوا الكاك ديالي فهو هدا كيجي غزال والمنظر دياله غزال بزاف والديد كيف ما اذكرت لكم كنتمنى منكم تجربو هاد اللوكيك وترضو علي الخبار وما تنسوش تخليو لي تعليق ديالكم اسفل هاد الفيديو وكانشكر بزاف ديال الاخوات لي كيرسلو لي تعليق ديالهم وكيرسلو لي في الفيسبوك او الواتساب فكنقول لكم شكرا بزاف على الكلام الطيب اللي كتقولولي في تعليق ديالكم وبزاف ديال الاخوات لما كانجو نجاوبهم شعلا بزاف دياللي فيديو في تعليق ديالهم فيسمحوا لي بزاف لان وفق ما كيكون عندي شي وقيت فكنمشي كندخل لأي فيديو وكنشوف الكومنتيغ اللي حطيتو وكنحاول ما أمكان أنني نجاوب عليهم فسمحوا لي بزاف لأنا وبعد المرات كيكونوا بزاف ديال الكومنتيغ في الفيديو كاملين وكيكون صعيب علينا أننا نجاوبوا هاد التعليق كلها في خطرة وحدة فكل مرة كيكون عندي وقية فكنجاوب كل وحدة فكنتمنى أنكم تجربوا هاد الكيك وان شاء الله الفيديو ديالي وما يعجبكم ما تنسوش تبرتجوه مع صحابتكم والعائلة ديالكوم في فيسبوك والواتساب نطلقوا ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته